منذ ساعات قليلة النادي الأهلي أعلن عن صفقة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية هي صفقة مفاجأة كتير كتير قوي يعني ما كانتش حد متوقعة أحمد كندوزي كانت كلام خلال الأيام الماضية كلها عن اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك لعب فاك ستيف الجزائري اللاعب الموهوب في وسط الملعب كان قريب جدا من نادي الزمالك تفاجأنا جميعا اليوم أن النادي الأهلي أعلن رسميا ومعه نادي وفاك ستيف بانتقال اللاعب إلى النادي الأهلي اللاعب الذي يشارك في الوقت الحالي مع المنتخب الجزائري في كأس الأهم الأفريقية للمحليين هينتقل مباشرة إلى المغرب والانضمام إلى بعثة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ودي لقطات لهذا اللاعب المهم في وسط الملعب صفقة مهمة صفقة جيدة جدا للنادي الأهلي ولو كانت لنادي الزمالك ستكون أيضا صفقة أو كانت ستكون أيضا صفقة جيدة جدا لوسط ملعب نادي الزمالك فاز الأهلي في النهاية بالصفقة عايز أقول حاجة؟ تفصيلة صغيرة أوي 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 يا جماعة أوي عشان الأجواء بتاعت السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا أوي في موضوع الصفقات ده اللي هو إيه كان لعب قريب من الأهلي وراح الزمالك كان لعب قريب من الزمالك وراح للنادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي أنهى الصفقة الزمالك ما قدرش ينهي الصفقة الزمالك لأ أنهى الصفقة دي الأهلي ما عرفش يخلصها حاجات دي حاجات دي بتحصل بهدوء تام في العالم كله في العالم كله شلسي لسه مخلص صفقة كان هو أرسنال داخلين فيها ريال مدريد ياما خلص صفقات كان هو برشلونة دخلين فيها عادي بتحصل منشستر سيتي بقى عايز لاعب وكان جنبه منشستر اونايتد عايز هيموت على اللاعب دوت وده اللي يخلص فيه بتحصل بمنتهى الهدوء الهدوء ليه؟ ننمع وضفوع في الأول والآخر عرضه طلب هو ما زاد أنا والله حطيت على الترابيزة جنيه فاللي جنبي حطت 2 جنيه فأنا هاخد اللي 2 جنيه سهل النادي يعني اللي هيبيع اللاعب بتاعه سهل وقل واحده ما قدرته وكل واحد واحتياجاته وكل واحد وتأديره لللاعب يعني مثلا مثلا الزمالك كان حاطت بوجت لللاعب ده او ميزانية لللاعب ده الرقم الفلاني ليه حاطت الميزانية دي هو شايف انه اللاعب يقضيك بيه الميزانية دي او الرقم ده تمام الاهلي والله شايف انه لا اللاعب يستاهر رقم اكبر فانا هدفع رقم اكبر فضل خد اللاعب في الاول والاخر بيبقى عرضه وطلب انا بقولك كلمتين دول ليه عشان الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه ما ياخدش اكبر من حجمه يا ما الزمالك فاز بالعيبة كان الاهلي داخل فيها يا ما الاهلي فاز بالعيبة كان الزمالك داخل فيها يا ما منشستر سيتي فاز بالعيبة منشستر داتي كان داخل فيها يا مريان مدريد فاز بلعيبة كان برشلونة داخل فيها ببساطة شديدة والأمور بتعدي والمركب بيمشي تكلم بقى على اللاعب لعب نفسه مبدأين كده أنا بقيت من الناس اللي بشتري بشتري وبوافق وباقتنع من حيث المبدأ بأي لاعب من شمال أفراقيا أي لاعب من شمال أفراقيا أنا بحس إنه عنده نسبة نجاح أكبر بكتير من أي لاعب جنسية أخرى في الدول المصري هتقول لي إيه دليلك؟ هقول لك والله دليلي أشرف بن شرقي هقول لك والله دليلي علي معلول هقول لك والله دليلي فرجاني ساسي هقول لك والله دليلي بدر ملون هقول لك والله دليلي دغموم هقول لك والله دليلي إلياس الجلاصي وأسماء 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 كثيرة من شمال أفراقيا لعبة في الدور المصري وقدمت مستويات جيدة جدا قدمت اضافة عن اللاعب اللي موجود في الدور المصري هل ده معناه انه اكيد هينجح الله اعلم الله اعلم بس الراجل ده اداءه مع اداءه مع المنتخب الجزائري المحليين بيقول انه لعب وعد جدا لعب صغير في السن لعب الرقم اللي الاهل اشترى بيه في رأيه تاني فيه رأيه رقم معقول على سن اللاعب وموهبته يعني ايه لما تدفع مليون دولار في لاعب عنده 24 سنة ولسه قدامه مستقبل كبير في الكورة وممكن تستفيد منه مديا بعد كده يعني ممكن تسوى انت نفسك بعد كده برقم اعلى من ده وتستفيد بيه فنيا طبعا خلال الفترة اللي هتتعايد معك فيه هتتعايد معاه فيها كل دي استفادات اعتقد الرقم معقول الرقم معقول لا هو صغير ولا هو رقم كبير او مبالغ فيه اتصور كده اللاعب من فيديوهات وشغله بعد شوية يبقى معايا محمد جمال كمان يقول لنا شوية الاهل ازاي ممكن يستفيد من هذا اللاعب الجزائري احمد ده كندوسي اللاعب الموهوب اللاعب اللي بيقوله عليه في الجزائر انه هيبقى واحد من اهم اللاعبين مع المنتخب الجزائري في المستقبل اعتقد الاهل يقدر يستفيد منه وهو موهبة كبيرة فمبروك للنادي الاهلي صفقة جديدة نتمنى انه يبقى اضافة للنادي الاهلي في كأس العالم للاندية نتمنى انه يبقى اضافة في وسط ملعب النادي الاهلي بالمناسبة هو بيلعب في اكتر من مركز في وسط الملعب يعني بيلعب رقم تمانية اللي هو زي عمر السلية وحمد فتح دلوقتي واحيانا افشة زي ما كولر وظفه تمانية او عشرة صانع علعاب صريح زي افشة لف 4-2-3-1 زي برونو سافيو احيانا بيلعب احيانا اقل في مركز الجناح الايصر الجناح الايصر ما كان احمد عبدالقادر وبرونو سافيو لما كان بيلعب في الحتة دي برضو فله وظائف كثيرة لعب بيلعب بقدم اليسرى فيش لعب في وسط ملعب النادي الاهلي بيلعب بقدم اليسرى فدي هتبقى ميزة واضافة جديدة للنادي الاهلي بس هو داخل على مفرمة في وسط الملعب مفرمة فيها نجم يعني رائعة وكلهم فأحسن حالته حمد فتحي عمر السلية اليو ديانج محمد مجدية افشة حتى محمد فقري بقى يخش في الفترات الاخيرة اسماء واسماء واسماء كثيرة في وسط ملعب النادي الاهلي فأكيد المنافسة بالنسبة له حتى لهوا لعب مهوب جدا مش هتبقى سهلة